انتخابات جديدة في العراق لمجالس المحافظات والأقضية وسط مقاطعة من تيارات سياسية وتوقع بتكريس أرجحية الإطار الحاكم وباستمرار نهج بعيد عن الحوكمة في إدارة دولة العراق وثرواته وبناه التحتية وديمقراطيته المصابة بأعراض تمنعها من سلوك طريق التطور تعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقبية في كل محافظة فلهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ لا مركزية الإدارية دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة المركزية وتمتد دورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية أربع سنوات تبدأ مع أول جلسة لها وفقاً لقانون المحافظات لعام 2008 ويتكون مجلس المحافظة الواحد من عشرة أعضاء يضاف إليه مقعد واحد لكل مئتي ألف نسمة كلما زاد على مليون نسمة على أن لا يزيد إجمالي الأعضاء على خمسة وثلاثين كما أن هناك فروع أخرى تسمى مجالس الأقضية تابعة لكل محافظة إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات تجرى الانتخابات على امتداد خمسة عشرة محافظة في العراق البالغ عدد السكان فيه 43 مليون نسمة ولا تشمل محافظات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق يتوجه نحو 17 مليون ناخب إلى صندوق الاقتراع في 7166 مركزاً للاختيار من بين 6000 مرشح يتنفسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات أكبرها عدداً مجلس محافظة بغداد الذي يضم 49 عضواً يليه مجلس محافظة البصرة ويضم 22 مقعداً يرى معارض هذه المجالس بأنها أوكار للفساد وتختم المصالح الخاصة الأمر الذي دفع البرلمان إلى حلها في خريف العام 2019 وهي تعود اليوم بقرار من المنظومة الحاكمة لما لها من تأثير وقدرة على التحكم بمفاصل القرار المحلي والتمهيد للتحكم بنتائج الانتخابات البرلمانية المقررة في العام 2025 يصلح وصف هذه الاستحقاقات المتتالية في بلاد الرافدين بأنها مجرد تأبيد عبر صندوق الاختراع لحكم يفتقر إلى ما يتصل بهموم العراق الاقتصادية وبموقعه في العالم العربي والعالم افتكاراً يراكم مسار التدهور من دون كوابح اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر